الغرب وتحديدا أمريكا الشيطان الأكبر وإسرائيل وبريطانيا وعلى رأسهم بريطانيا هم الذين دعموا هذه الحركات التكفيرية هذه الوحشية الآن التي نحن نجدها هذه ليست جديدة هذه بدأ بها الشيخ محمد بن عبد الوهب قبل 220 سنة قطر، دبح، سبي، تهديم المقدسات نفس الآن أفعال داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام وجيش الفتح وهؤلاء هؤلاء كلهم أيضا هم مهابيون هؤلاء من الذي شجع محمد بن عبد الوهب؟ من الذي كان يدعمه بالمال؟ بريطانيا من الذي اختار له فكر ابن تيمية؟ بريطانيا وفي الآونة الأخيرة مرة أخرى فعل البريطانيون والأمريكان والصهاينة فعلوا مرة أخرى هذا الفكر التكفيري ودعموه ونشطوه وقدموا له كل العون والآن هناك شيء علني وفيه شيء غير علني سيكشف عنه التاريخ من أجل ماذا؟ حتى تصل أنت إلى هذه القناعة بأن الإسلام هو دين الوحشية وهو الإسلام ودين الرحمة داعش تعتمد على الفكر الوهابي وفكر ابن تيمية وفكر الوهابي وفكر ابن تيمية لا يمثل لا السنة ولا الشيعة ولا الإباضية ولا الزيدية المسلمون بكل مذاهبهم مسالمون المسلم من سلم الناس من يده ولسانه وهذه الوحشية لا تمثل الإسلام وليس لها مستند لا في القرآن ولا في سيرة النبي ولا في سيرة أهل البيت هؤلاء الذين يمثلون الإسلام ولا في سيرة الصحابة الأخيار أيضا رضوان الله تعالى عليه والذي يقول لك بأنه هذا موجود في الإسلام هذا نعم هذا عملية يعني هذه خديعة أعداء الإسلام هم الذين دعموا هذه الحركات الفكرية وهذا الفكر الوحشي المتوحش من أجل أن يشوه الإسلام يشوه عند الغرب لأنه خافوا أن يدخل الغربيون في الإسلام ويشوهون أيضا في دولنا الإسلامية حتى يروج الإلحاد ويروج العلمانية ومشاكل ذلك ترجمة نانسي قنقر